جهاز الانطلاق متابعين رفعة رأي البيضاء الآن لحظات قليلة على الانطلاق فتحت البوابة على بركة الله فراصة الانتاج عمره ثلاث سنوات التي لم تربح في مشاركاتها السابقة تبدأ منافستها وذلك على مسافة الألف وثمانمائة متر جهاز تعبيد خشعود دوسري رحمه الله حضروا الذين يدخلوا الرياض مع المغفرين الله وبذن الله تعالى الملك عبدالعزي محمد الرحمن طيب الله اثره قيمة الجهاز سبعون الف ريال تبدأ الانطلاق بنت يهماء في المركز الأول ومن الخارج العيون السحر في هذه الاندفاع السريعة لهذه الأسماء مشاهدين الكرام في متابعة من ياسمينة الخيل في المركز الثالث من المسار الخارجي وأيضا لمشوشة في المركز الرابع وأيضا غويلين في المركز الخامس من المسار الداخلي في ظل متابعة من غاية الروح الان تتقدم للمركز الثالث مع تقدم بنت يهماء للمركز الأول والمركز الثاني لمشوشة وأيضا غاية الروح في المركز الثالث تتقدم شيئا فشيئا في محاولات لبقية الأسماء للمنافسة والتقدم بقوة مع قدوم غاية الروح فيما المنافسة لازالت التقدم لازال مع بنت يهماء في المركز الأول مشوشة في المركز الثاني وباني الأمل تأتي للمركز الثالث في محاولات كبيرة من بقية الأسماء بنت يهماء ابنة تافل ديفنت لازالت تقود هذا الشوط متابعين الكرام في محاولات منا كاليل من المسار الداخلي تحاول أن تتقدم فيما بنت ما تحافظ على الصدارة أم بنت أكاليل أم أكاليل أكاليل في المئتين متر الأخيرة تتقدم بقوة أكاليل بقيادة محمد إدهام أكاليل للمركز الأول أكاليل للمركز الأول تحافظ على المركز الأول في طريقها لتسجيل الانتصار الأول أكاليل تكلل هذا الشوط بفوز مميز في سنة